يعني بحضركم مرة اخرى لسه بشرفني ومنواري محمد جمال ومحمود شاكر بيحلوا معايا مباراة مصر واغينيا بساو قبل الفاصل جيمي اتكلم كتير على محمد صلاح بس في نقطة مهمة محمود شاكر هحابب بيكمل فيها فيما يخص الهدف لسجيله محمد صلاح هدف محمد صلاح الناس بتقول احنا شفناه كتير بس انا حابب اربطه يعني بالهدف فعلا اللي كان شبهه جدا لا شبهه بالزبط الان في الاول في الاخر بصراح عاوز اقول نقطة بالقصص محمد صلاح ومحمد صلاح بعد ما جاب الجون انا قلت يا جماعة طب هو مين غيره يعني هو مين غيره انا شايف ناس كبدا ان عضب بيولك محمد صلاح اطول جدا لا 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 بس انا بس انا بد من جاهل انا بس يعني والله عزيب رسالة للناس اللي بتقول يا عام اเรา بنبقى حسن من غيره يا جماعة يا جماعة اقولوا كلام يخش العقل يا جماعة اللي هي تنفسل محمد صلاح العيب الكورة اللي مش هيجي زيه عن اي حاجة تانية اللي انت لك رأي فيها تعال نشوف بقى الهدف الهدف ده كان بين موتش كان ليفر بول وبورنموس في سيزون 2017 ده كان الهدف الستاشر لمحمد صلاح من قصل 150 جن طبعا دي كانت المبارا دي كانت في 17-12 نفس الكورة اتلعبت لصلاح على الطرف نكمل الفريم اللي بعده خد الكورة ام دخل رقص الراجل دخل بيه جوا منطقة الجزاء نكمل في ريمو احنا بنتكمل وام قاطم لجوا ام راجل قاطع لجوا برضو يا كريم وام لمم الراجل وام داخل ادي واحد ودي هايزوء كمان التانية ودي هايزوء كمان التالتة لغاية لما يخش جوا نص الجن حلق الجن كده وهيقوم شايت وجايب نفس الهدف اللي جابه النهاردة مع منتخب مصر يمكن بس الفرق ان الكورة دي كانت على الارض التانية كانت في السقف فهو كورة معروفة وتعملت قبل كان محمد صلاح زي مرانا عطيها يلعب الكورة امام عشور مرانا عطيها يلعب الكورة محمد صلاح برضو على الطرف هياخد الكورة قطم لجوا الاولاني والتاني والتالت وهيشوت فهي نسخة تبقى الاصل من الهدف اللي جابه في بور نوس سنة 2017 في لقطة تانية في لقطة تانية انا مبسوط ان قصة ان محمد صلاح قائد وكابتن وان هو فعلا بيدير المجموعة وفايدته جوه الملعب اشتركوا في القناة